بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما سعوا علم الله اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا قصمته ولا غائبا إلا بالسلامة رددته ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته ولا مسلما إلا حسنت خاتمته ولا حاجة من أياك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته ويسترته يا رب العالمين لنا ولسائر المسلمين يا أرحم الراحمين اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا حي ويا قيوم برحمتك أنا استغيط أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله ولا تكن لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقادي أحمد أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخيما في الدرين أمين بفقه السادة الشافعية ووقفنا على قوله فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء اللي بيسموها شروط صحة الصلاة المجلس الماضي كان شروط وجوب الصلاة والنهاردة شروط صحة الصلاة شروط وجوب الصلاة قلنا الإسلام والبلوغ والعقل الإسلام والبلوغ والعقل ونزود عليهم بالنسبة للنساء النقاء من الحيد والنفذ دي عشان تبقى الصلاة وجبة طيب ما هي شروط صحة الصلاة يعني الشروط التي يجب توفرها قبل الدخول في الصلاة لتصح الصلاة يبقى الشروط تملي أمور خارجة عن الصلاة لكنها ضرورية لصحة العبادة يقول وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا له تعريفات كثيرة الشيخ بن قاسم الغزي اختر لك تعريف ميسر قال ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها يبقى لك أنه تتكلم على شرط الصحة الصلاة لأنه ما تتوقف صحة الصلاة عليه معرفش الشرط مطلقا وليس جزءا منها هو الشرط عموما هو ما تتوقف صحة العبادة عليه وليس جزءا من العبادة أي عبادة يبقى الشرط خارج عن الشيء كما قلنا وليس جزءا من الشيء ويؤثر في حال عدمه لا في حال وجوده يعني لو عدم الشرط عدم الصحة أي الصحة ولو وجد الشرط قد توجد الصحة قد توجد العبادة وقد لا توجد وخرج بهذا القيد الركن الركن غير الشرط الركن فإنه جزء من الصلاة الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث نحن طبعا كنا قلنا الوضوء والتيمم والغسل اللي هي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ده شيء ضروري للصلاة كيبا أول حاجة لابد من طهارة الأعضاء من الحدث سواء كان أصغر أو أكبر عند القدرة أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه فاقد الطهورين هو الذي لا يستطيع الماء ولا التراب اسمه فاقد الطهورين يعني فقد الماء وفقد الطراب يبقى ده هل يصلي ولا لا يصلي اللي أحنا فيقول لك ما يصليش وعليه الإعادة لما يجد أحد الطهورين اللي أحنا فيقوله كثيرا شفعية أقول لك لا الميسور لا يسقط بالمعصور يصلي على حاله وعليه الإعادة يصلي على حاله وعليه الإعادة ده فاقد الطهورين مثال فاقد التهورين واحد محروق في ايه ووجهه والايد والوجه محل الوضوء وهم نفسهم محل التيامم يبقى لا يستطيع انه يتيمم ولا يستطيع انه يتوضع لان الدكاترة قالولو ما تجيبش مية ايه على الحرق لحد ما تخف في المدة اسبوعين ثلاثة وفي نفس الوقت اذا كان مش هادر يجيب مية من باب اولا ما يجيبش اطراب وبالتالي يبقى فاقد التهورين يعمل ايه فاقد التهورين يصلي على حاله يسمع الادان يصلي على حاله ويصلي الفرد دون السنن لان دي صالة ضرورة يصلي الفرد دون السنن واذا كان محدث حدث اكبر لا يقرأ بعد الفاتحة صورة كمان لان هيقرأ بقدر ضرورة صحة الصلاة ده من نسبة لفقد التهورين بعد ما يخلص الحكاية دي لو تيسر له احد التهورين يبقى عليه الاعادة فابو بيصلي ليه لما هيعيد لادراك الوقت حرمة الوقت والاعادة لادراك الصحة لان يفرد مات قبل ما يدرك احد التهورين يبقى بريء الزمن واضح يبقى اول حاجة طهارة الاعضاء من الحدث سواء كان اصغر او اكبر وطهارة النجس ويكون كمان طاهر من النجاسة في البدن والثوب والمكان يبقى طهارة الثوب والبدن والمكان لابد لازم يبعارف النجاسات علشان وحنا تكلمنا عليها بشرط ان تكون هذه النجاسة الموجودة غير معفوة عنها لو معفوة عنها ممكن صلاة تصح معوجود هذه النجاسة زي ما قلنا واحد مجروح وجرحه مثلا بيجيب صديد القيح ده والصديد ده نجاسة وحطت الدماغة والدماغة نشعى نجاسة يصلي وصلاته الصحية لان ده نجاسة معفوة عنه بسبب الجرح او مثلا دم البرغيث في السوب ودم البق في السوب دي برضو نجاسة يعفى عنها وكذا محل مسح المسح بتاع الأحجار في الاستنجاء يبقى فيه أثر النجاسة موجود لكن عين النجاسة راح فيصلي على حاله ولانه نجاسة معفوة عنه وما لا يدركه الطرف كل نجاسة لا يدركها الطرف يعني لا يراها العين عند الشفعية نجاسة معفوة عنه الزبابة مثلا تقف على شوية نجاسة وتنتقل تيجي تقف على ثوبك او عليك لو بصت بالميكروسكوب ستلاقي نقل نجاسة على ثوبك لكن دي لا يدركها الطرف المعتاد معفوة عنه يوقف عنه نجاسة الشوارع طين الشوارع معفوة عنه وانت ماشي رايح الجامع والشارع في بعض الطين يتركش عليك حاجة وانت عربية معدية ولا حاجة تصلي على حالك نجاسة معفوة عنه وهكذا يبقى ايه يبقى لابد من التهارة من النجاسة غير المعفوة عنه لكن المعفوة عنها ماشي ومن دمن برضو النجاسة المعفوة عنها نجاسة المهنة زي ما قلنا واحد مهنته يتعرض للنجاسات زي يتجار راح يتعرض انه هو يعني لدماء المرضى وقروح المرضى والافرازات اللي بتخرج من المرضى فله ان يصلي بثياب العمليات في حجرة العمليات ليس في المسجد بنجاسة المهنة وكذا الجزار يبقى ثيابه عليها اثر الدماء فيصلي في محله او في مسبحه لا يأتي المسجد بثوب فيه نجاسة مهنة ويقول مهنته وده نقطة مهمة دقيقة يعني نجاسة المهنة في محل المهنة انما ما ينفعش يجب نجاسة المهنة في المسجد ويقول انا مهنتي كده ويقول انا مهنتي كده ويقول انا حينجس المسجد واضح وكذا المرأة في بيتها اللي هي قائمة على تربية الاولاد قد تتعرض ان الطفل تيجي تكرعه بعد ما يردع يومي ويقصد على كدفال القصد ده زي القيء نجس لكن تصلي على حالها لانها متعرضة له لانها دي نجاسة مهنتها او تيجي تغير للطفل الطفل مثلا يبول يترتش عليها او يعمل شيء من هذا كل ده يعني يجعلها متعرضة لها لانها مهنتها كده مهنتها القيام على تربية الاطفال والقيام على تربية الاطفال يؤدي الى انها تتعرض اكثر من الرجل للنجاسة ويشكد الرجل اذا مسك ابنه وابنه اشط عليه لازم يغير يدونه لكن المرأة مش مهم المرأة مهنتها انها تعمل كده النار الرجل مش مهنته انه يردع وبالتالي كلهم على حسب حاله كل دي انواع للنجاسات المعفوات كل يبقى النجاسة المعفوة عنها ما لا يدركها الطرف يعني ما لا يراها او نجاسة المهنة او موضع الاستنجاء او دم البراغيس او القروح او الجروح او شيء من هذا ده بد من تهارك البدن والثوب والمكان المكان اللي انت بتقف عليه وبتمسك لكن المكان الملاصق اللي مواجه لصدرك ممكن يبقى لنجاسة مش مشكلة لان انت صدرك مش حيلمس الارض لكن المهم موضع جبهتك على الارض يبقى طاهر موضع ركبك على الارض يبقى طاهر موضع قدمك على الارض يبقى طاهر موضع جلوسك على الارض يبقى المواضع اللي انت حتمستها هي دي اللي بد من طهارتها اما المواضع التي لا تمستها مكانها محازيا للصدر فلو كانت علي نجسة صلاة صحية كل دي تفاصيل في موضوع الطهارة من النجسة يا الله والثاني يبقى طهارة الأعضاء من الحدث والنجس عدوهم حاجة واحدة لما قال طهارة الأعضاء من الحدث ومن النجس حيضطر لثاني طالما قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس لازم يعاد ثاني يقولك طهارة المكان والثوب من النجس لازم عداء الوحدة واضح لكن احنا ما نقول طهارة الأعضاء من الحدث وبعدهم نقول ايه طهارة الثوب والمكان والبدن من النجاسة نقول ايه كده اسم على اي حال المهم تعدهم باي طريقة لمشحة في التقسيمات والاستلاحات والثاني ستر لون العورة العورة يجب ان يستر لونها لا يدر انها تبقى مجسمة او مكسمة مشكلة المهملون العورة هو اللي يبقى يعني لون البشرة يبقى لدرجة لو لم تجد ثوبا ممكن تجيب فين تطين بيه العورة وتصلي واضح وممكن الانسان يصلي بثوب لاسق على بدنه طالما سأدق ايه يعني يستر العورة ولا يبين لونه لكن اللاسق على البدن ده اللي ويصف العورة لا يصح ان تصلي به امام الناس لكن لك ان تصلي به في مكان مغلق ان اردت ان تصلي امام الناس لابد ان يكون ساترا للعورة غير واصفا لها واضح اما لو كنت ستصلي في خلوتك فيكفي ستر العورة بشيء ولو واصفا للعورة المهم ان هو لا يظهر لون البشرة يبقى المرأة في حجرة نومها ممكن تصلي لثوب لاسق عليه طالما ستصلي في حجرتها ولو كان لاسقا عليه لكن اذا كانت ستصلي في المسجد او امام الرجال لابد ان يكون لا يصف ولا يشف كيرا برضو وان يكون طاهرا يبقى ستر العورة لون العورة لو كان ثوب شفاف يبين لون العورة ما ينفعش ما يبقى الساتر للعورة لازم الثوب يسطر لون العورة ما يبينش لون البشرة من تحته عند القدرة عند القدرة لان ايه العاجز عن ستر العورة هيصلي واقفا من اماء مثلا واحد فقط كل ثيابه بتحصل تسمع كنا دلوقتي بسبب الظلم اللعام في البلاد يعتقلوا ناسه يلعوموا دمهم ويسيبوا قلع يدومه كده يسيبوها في زنزان يعمل ايه طيب وعليه صلواته درج المسلم هيصلي على حاله لانه فقد قدرته على ستر عورته لكن لا يصلي من سجود ومن ركوع لان هذا يؤدي الى فحش في ظهور العورة وبالتالي هيصلي من قيام مع الاماء واضح عند الضرورة والثاني ستر لون العورة عند القدرة ولو كان الشخص خاليا في ظلمه ولو كان خاليه في ظلمه لان الادب ده متعلق مش لنظر الله لان النظر الله لا يستره سوء لكن ده متعلق لادب لادب العبادة للادب في العبادة ولو كان الشخص خاليا في ظلمه فان عجز عن سترها صل عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما وفي الحالة دي لا إعادة عليه لا إعادة عليه ويكون ستر العورة بإيه؟ بلباس طاهر لابد من ثهارة السوب ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه وأما سترها عن نفسه فلا يجب ولكن يكره نظره إليها ولا المقصود بالعورة المغلظة المقصود النظر إليه هي العورة المغلظة وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا الأمة الأمة في الصلاة عورتها كعورة الرجل الأمة اللي هي الرقيق إذا أرادت أن تصلي الأمة مجغولة في خدمة أسيدها فقد يصعب عليها أن تسطر عورتها الستر الكاملة الستر الحرة فلها أن تصلي تسطر ما بين الركبة والسرة وتصلي على حالها يعني الأمة ممكن تشعرها باباين وتصلي بيس لأنها أمة لأن عورتها في الصلاة كعورة الرجل أما عورتها أمام الرجال كعورة الحرة لأنها امرأة واضح لكننا نتكلم عن عورتها في الصلاة وعورة الذكر ما بين سرته وركبته يبقى السرة خرجة والركبة خرجة وما حزها من الخلف ما حز السرة من الخلف نحن نلاحظها بعض الناس أما يأتي وطي يقول يتزحزح تيابه فيبان جزء من ظهره بما يكون أسفل السرة باستمنى الخلف يبقى باباينة عورتها بطلة صلاة فالإنسان يأخذ باله من هذا الموضوع لأنه منتشر خصوصا في الصيد فالواحد يأخذ باله منه ويلبسه يعني فلأنه طويلة أو يعمل سوب طويل بحيث أنه يوطي يركع ويسجد لا يتزحزح ويبين ظهره من الخلف يبقى عورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا الأمة والسطر العورة لابد أن يكون من الجوانب من الجوانب ومن الأعلى مش مهم من الأسفل لأن أنت ممكن تبقى لابس الجلبية لو واحد نم على الأرض وبس من تحت تشوف عورتها واخد بالك لأنه مش واجب سطرها من أسفل هو واجب سطرها فقط من أعلى ومن الجوانب ده بالنسبة إيه بخلاف الخف لما قلنا الخف لو فكرينه أنه الأعلى مش مهم المهم يبقى من أسفل ومن الجوانب يبقى عورة الذكر ما بين سرتي وركبتي فلو ظهرت الركبة أو السرة في أثناء الصلاة للرجل لا تبطل صلاته لأن السرة ليست عورة ما تبطلش الصلاة لكن يكره وقد تصل تبكرها التحريم لكنها صلاته صحيحة لأنها مظهرت شعورته وعورة الحرة في الصلاة اللي هي مقابلة للأمان وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجيها وكفيها ظهراً وبطناً إلى الكوعين الكوعين اللي هم دول اللي هو الرصغي يعني اسمه الكوع لأن المصريين بقولوا على المرفق الكوع وده خطأ المصريين في لغتهم العمية يقول على المرفق يقول عليه الكوع وهذا خطأ الكوع اللي هو العظمة اللي هي بين الزراع والكف العظمة اللي هي لما تمشي مع الإبهام كده وتنزل تلاقي في عظمة عريضة كده يسموها الكوع والعظمة الرفيعة اللي التانية اللي هي عند الخنصر يسموه الكرسوع مجموع الكوع والكرسوع مع الكف يسأ يعمل الرصغ خيص يبقى المرأة تسطر بعد كفيها ووجهها ما سوى وجاء وكفيها ظاهرا وبطنا إلى الكوعين يبقى لازم عورة المرأة كف المرأة يبقى مستور لحاد الكوعين صحيح أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها وعورتها في الخلوة كالذكر عورة الحرة في الخلوة كالذكر ما بين السر والركب وخارج الصلاة جميع بدنها لأن حتى لو أظهرت وجاء لأن لا يجوز النظر لوجه المرأة كذلك الرجل عورته أمام المرأة كل بدنه ومأمور المرأة بغض بصرها منهم ومش معنى كده أن أدمه وكل بدنه عورة أمام المرأة لأن نقول له غتي وجهك يعني لا يقتدي الكلام هنا تغطية وجه المرأة على فك لكن يقتدي غض بصر الرجل عن وجه المرأة إن كشفته ويقتدي أيضا أن المرأة المنتقبة تكشف وجهها عند الصلاة عند الصلاة إلا إن كانت في مكان لتأمن أن ينظر إليها الرجال نظرة تؤذيها فلها أن تغطي وجهها في هذه الحالة للضرورة يبقى الحرة خارب الصلاة جميع بدنها عورة وعورتها في الخلوة كالذكر إيه هي العورة؟ العورة دي على فكرة كلمة ما يفهمش إلا المسلمين ما فيش حد تاني تروح أوروبا تقول له عورة ويقول لك إن إيه عورة ما عندهمش عورة يعني ما عرفهاش العورة دي يعني ممكن يمشي أريان كده عاج ما ينظرواش حياء الحياء ده احنا تعلمنا من دنا فالعورة دي حاجة خاصة بالمسلمين ما يعرفهاش إلا المسلمين العورة لغة هي النقص وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا وعلى ما يحرم نظره وذكره الأصحاب في كتاب النكاح والثالث الوقوف على مكان طاهر يبقى تكلم على الستر بلباس طاهر وعلى البدن يكون طاهر من النجاسة وحيتكلم على الوقوف على مكان طاهر فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود يعني ما ينفعش مثلا يبقى أنت حط شال كده ومدلدل على الأرض وجاي يلمس نجاسة على بعيد عن موضع صلاة شخص الشال اللي أنت حطه عليك إذا كان يتحرك بحركتك إذا كان يتحرك بحركتك أما اللي لم يكن يتحرك بحركتك فمش مشكلة يعني طويل أول درجة مدلدل كده ولمس نجاسة زي ما يكون أنت عندك طفل صغير وعمل على روح ومغطي بجزء من إيه من السوق بتاعك اللي أنت يبقى أنت كده ملامس نجاسة واضح؟ لو كان السوب اللي مغطي الطفل اللي عليه النجاسة دي أثناء صلاتك لما بتقف وتقعد وتعمل لا يتحرك بحركتك لا يضر لكن لو بيتحرك بحركتك يبقى يضر واضح؟ فده نقطة مهمة الواحد يأخذ بالوني سيدنا آدم أنا أريد أنه ده أصل أبونا ونبي شوف فيه اللي حرمتين إزاي نبي وأبونا كمان بالنسبة لسيدنا آدم الريش اللي هو ما زاد عن ستر العورة على فكرة الريش نحن نقول حتى الراجل مريش يعني عنده الزائد عن الحاجة والضرورة شو اللغة أنت مصري؟ المصريين يقول لك ده راجل إيه مريش مريش يعني إيه؟ يعني جاية من ريش جاية من ريش يعني غني ريش مريش غني ريش هي كلها لغة واحدة أخذ بالك إزاي؟ فيبقى إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوقاتكم وريشا يبقى اللباس اللي يواري السوقات ده الضروري والريش ما زاد هل هي العورة؟ هاي اللي هي العورة المغلظة عند المالكية والعورة كلها المالكية قسموا العورة إلى مغلظة ومخففة يعني يقول لك الفخد عورة عند المالكية لكنه مخففة بالنسبة للرجل فلو ظهر فخذه أثناء الصلاة عند المالكية يأثم وصلاته صحيحة يأثم وصلاته صحيحة عند الشفعية تبطل صلاة وكذا الأحناف والحنابلة لباس التقوى بقى اللي هو إيه؟ اللي هو الدين علشان كده في الرؤية السوب في الرؤية هو الدين عالم البرازخ عالم المنامات يعني عندما واحد يشوف واحد في منام عاري يبقى معناه لا دين له يشوفه في المنام لا بستوب يغطي نصف بدنه يبقى دينه نص نص يغطي بدنه كله يبقى دينه كامل يغطي بدنه كله بيجره على الأرض يبقى دينه زيادة زي ما النبي شايف للرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية قال رأيت الناس عرضوا علي في منامي منامي فرأيت من عليه قميس إلى سديه وآخر إلى ركبته ودخل علي عمر بثوب يجره وجابوه في مناقب عمر فقيل لرسول الله كيف أولته يا رسول الله قال الدين يبقى إيه؟ يبقى لباس التقوى ده تجده في المنام بقى واخد بالك يبقى في المنام يجي لك الدين في سورة ثوب لأن عالم البرزخ أصل النوم ده برزخ بين اليقظة والموت بين الحياة والموت برزخ البرزخ اللي هو الحاجة الوسطة اللي منشيقين ففي عالم البرازخ تتحول المعاني إلى محسوسات المعاني تتحول إلى محسوسات في عالم البرازخ وعلى شكرا برضه في الحشر الموت ده معنى عرض يجي لك في سورة كابشي ربنا يتبح كده برضه السراط لأنه ده برزخ من البرازخ يبقى عالم البرازخ يظهر فيه مثل هذه الأشياء وعالم الخيال أيضا لأن عالم الخيال هو عالم بين الواقع وبين نفس الأمر الواقع اللدني ده من الله يعني من الله ده يشمل كل شيء بقى من لدن هو يعني من الله بغير وسط من الله بغير وسط فخلينا هنا ما نخشش ايه في تفاصيل انتبعدنا عن الشغلة خلينا هنا في الشغلانة دي طب نخلص دي أيه ونسأل في الآخر عشان نخلص الواجب بتاع النهارد والثالث والوقوف على مكان طاهر فلا تصح صلاة شخصي يلاقي بعض بدني أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ولا يجوز أن يصلي حملا للنجاسة زي ما هو لا يجوز أن يصلي على ثوبه نجاسة أو على بدني نجاسة لا يجوز أن يكون حاملا للنجاسة شاي نجاسة يعني ما يكونش حطت في جيبه منديل وكان بينف في دم بتحصل الحكاية دي ساعتي يبقى عنده المنديل نف فيه كده جد فيه دم يروح شايله في جيبه ويجي يصلي صلاته بطله لأنه صلى حاملا للنجاس لابد أنه يرميه الأول وبعدين يصلي ولو قلنا أن الدخان نجس لأنه بينقعه في خمور اللي بيصنع الدخان ومالي قالوا لنا كده مش إحنا فإذا كان التبغ بينقع في خمور فيبقى يصير السجارة دي نجسة فلا يصلي وهو حامل لبكة السجاير علبة السجاير ما ينفعش بحطتها يجيبه ويصلي صلاته بطله طب عايز يصلي يبطل سجاير يخلق العلبة بره بره خالص بيهن عن صلاته يحط ما هو الجزمة في الجزمة أو في عربيته يسيبه بره في العربي أو يسيبه في مكتبه سيبه في أي حط ويشلهاش في جيبه ويخلش يصلي كل دي تفاصيل بتفوت على كثير منه الرابع العلم بدخول الوقت لازم يبقى عارف أن الوقت دخل عارف علم يقيني مش يقول لك اه والله شكلها كده الدهر ردا الله هو أكبر ويصلي وبعد ما يخلص يلاقي أداني الدهر بيأزن يبقى صلاته وقعت قبل ايه دخول الوقت يبقى إن عليه الإعادة عليه الإعادة طيب لا يعلم دخول الوقت ولم يكتهد في معرفة دخول الوقت ولم يسأل غيره فهجم وصل فبانى أن الوقت دخل بطلت صلاته بره حتى ولو وافقه إن الوقت قد دخل لأنه لم يتخذ الأسباب بالعلم من دخول الوقت لكن هو إيه دخل كده هجم على العبادة بغير علم ولابد إن هو يعرف عشان كده عادت كل المصريين والمسلمين في كل مكان يقول لك هو الدهر أزن يسألك وعشان العلم بالكل وقت ده أساس عند المصريين مستقرة في إيه في وجدان كل مسلم ولو ما علقاش حد يبص في الساعة ويبص في النتيجة ويفتح إزعة القرآن الكريم يعني يعمل له أي وسيلة من الوسائل اللي بيها يعرف إن الوقت دخل يبقى لازم العلم بدخول الوقت أو ظن دخوله بالاجتهاد اه اجتهد بقى بص للشمس وحط العلامات لما لقى الظل تحول إلى جهة إيه الغرب تحول إلى جهة الشرق ظل الشيء تحول زي ما قلنا في موقف الصلاة تحول إلى جهة لو ظل الزوال تحول إلى جهة الشرق يبقى في الحالة دي يقول لك قعد دهر وقعد بقى ظل الشيء مثله مع زائد ظل الزوال يبقى يصلي العصر غربت الشمس وجدها سقطت في البحر نقول في البحر ليه لأنه ممكن يبقى سقطت خلف الجبل وهي لسه ما غربتش لازم تبقى سقطت في إيه في أرض مستوية واضح يبقى في الحالة يصلي المغرب لأنه شف الشمس سقطت في البحر أو ظن دخوله بالاجتهاد فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت واضح ساعات الناس كانوا زمان يبقى قعد في مكان مغلق زي زنزانة ومش مدين له ساعة وعايز يعرف الوقت ويأتي يسأل الراجل الحرس ما يراش يجاوبه أو مسجون السجان بتاعه أصلا راجل غير موسي ما يعرفش إيه الأوقات أو في بلد غير زي الجونتنامة دي اللي بيقوله عليها دي اللي كانوا عاملينها جزيرة نكفة أمريكا وعملين فيها معتقل وحطوا فيها مسلمين بين ظلما وعدوانا يعمل إيه المسلم اللي هناك ده اللي بيحرص واحد كافر ويعرفش يعني إيه وقت ومقفول في الزنزانة مظلمة وعايز يعرف موقفة الصلاة كون يعملها بوظائف معينة أو عارف أنه بيقرب جزء القرآن في تلت ساعة مثلا أو بيسبح الميت تسبيحة بتاخد في إيده خمس ديائي أو الميت صلاة عن النبي بصيغة معينة بتاخد منه اثناشر ديائق أو مثلا لا إله إلا الله وحده ولا شيخ ولو الملك والحمد وعليك لما يقول ميت مرة بتاخد منه سبع دقائق هو عارف كده مجرب حياته طول عمره وكده يوم يبتدي مثلا يقعد يعمل وظائف زي دي ويقايد دي ساعة دي نص ساعة دي تلت ساعة لحد ما يعرف وهو عارف أن المسافة من الشروق لحد أزان الظهر مثلا حوالي ست ساعات أبدا ست ساعات يوم يصلي الظهر وعارف أن بين الظهر والعصر حوالي مثلا ثلاث ساعات في الغالب ساعة أقل شوية وساعات يبقى يمر الثلاث ساعات بوظيفة معينة واخد ذلك أو بورد أو شيء من هذا يعني يحاول يكتهد بقدر الإمكان والخامس استقبال القبلة تبعا تمال الناس عايز يصلي لأي مسلم ما حضرشه على رحلة أزهر عايز يصلي يعمل إيه يدخل يتوضى وينزل يسأل الوقت دخل ويلوم الإبلا ازاي دي حاجات بديهية لأن توجه للقبلة ده شرط صحة في صلاة الفريدة والخامس استقبال القبلة أي الكعبة وسمية قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها استقبال القبلة المطلوب أنه يبقى بالصدر يعني لو التفت كده ما يدرش بيرقب طالما صدره للقبلة لكن يدر لو عمل كده كويس يبقى لابد صدره يبقى مواجه للقبلة لو كان قدامه الكعبة يبقى لابد عين الكعبة لو كان بعيد يكفي الجهة يكفي الجهة للبعيد الذي لا يرى الكعبة من يرى الكعبة لابد أن تكون عين الكعبة شايفه قدامه كويس طيب البعيد يقولك تعمل خط من ودنك ده الودنك التاني اللي هي زي محراب أمال المحراب تلاقيه مجاوب كده يبقى تعمل خط كده من ودنك دي الودنك دي نص دايرة طالما صدرك مواجه لأي قطر من أكتار نصف الدايرة دي تبقى أنت مواجه للقبلة يبقى نبطل شغل العيال الجهلة اللي كل شوية يجي لك في الجامع يقولك كده شوية كده شوية كده شوية كله صح ويبطل جهلة ويجب لك خطوط ويجب لك مش عارف ايه ويقلب دماغنا انت ايه طالما أنت متواجه شايف اعمل علامة خط من ودنك دي لو وقف كده مواجه للقبلة لو وقف كده مواجه للقبلة وقف كده مواجه للقبلة طالما أنا ما خرجتش عن الخطوط دي ده لمين لمن لا يرى الكعبة واضح يبقى استقبال القبلة والمقصود بها بالصدر وليس بالوجه لأن النبي التفت في صلاته ولم يخرج منه كان ينظر كده ساعات يعني صلى وكان باعت واحد يجب له أخبار الأعداء فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وينظر إلى الجهة التي أرسل إليه الرسول فدل على أن الالتفات في الصلاة لا يضر إن كان لغرض صحيح ومكروه إن كان لغير غلط والصلاة والصلاة صحيحة والالتفات في الصلاة لغير غرض اختلاس يختلصه الشيطان من صلاة العبد واضح والخامس استقبال القبلة أي الكعبة وسمية قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه واستسمى المصنف من ذلك ما ذكره بقول ويجوز تركوا استقبال القبلة في الصلاة في حالتين في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلة لو كان قتال مباح مش قتال مسلمين بعضهم مع بعض المسلمين يقتلوا بعض لقتال حرام قتال مباح يعني قتال مسلم مع كافر أو مسلم مع فرقة باغية مسلمين بس بغاية آي بقتال مباح هو مشغول بالقتال يبقى قبلته وجهة عدوه واضح ويصلي ده في شدة الخوف وحنجيبها الكلام ده في صلاة شدة الخوف أو صلاة الخوف والاستثناء التاني اللي هو مش مهم يستقبل فيه القبلة في النافلة في السفر على الراحلة انت راكب سيارتك ورايح مشوار وعايز تصلي السنن بتاعتك ممكن تصلي وجهتك وجهت إيه؟ السيارة اللي انت راكبها أو الطائرة أو الكطار يبقى قاعد على الكرسي كده تنوي صلاة الضحة تنوي سنة الضوار القبلية تنوي قيام الليل تنوي الترويح لو كنت في رمضان كل دا شغال مش مهم تنزل من على الرحلة وتتوجه للقبلة صلاة منافلة في سفر قصير أو طويل يبقى لا يشترط ان يكون السفر طويلا لكي تصلي إلى غير قبلة بل في السفر القصير أيضا أما الطويل يشترط لتقصر الصلاة وتجمعها لا تتنازل عن استقبال القبلة وفي النافلة في السفر على الراحلة في النافلة يعني بيقول لك الفريدة لا يكونوا قال لك في النافلة يعني معناها الفريدة لا فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا شوف كل كلمة مهمة يعني لو سفر محرم مين فعلا لأن القعدة الفقهية المعروفة أن الرخص لا تناط بالمعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي مكتوبة كتبة الإمام السيوتي في الأشباه والنظائر إنها من قواعد الثق يبقى لابد أن يكون سفرا مباحا يعني إنما لو سفر معصية يعني امرأة مسافرة بدون إذن زوجها ده اسمه سفر معصي قال لا عشان يأذي مسلم في مكان بعيد بدا سفر معصي مسافر علشان يعمل حاجة خطأ شارعا يجيب مخدرات يشتري خمور يطخ مسلم عشان ياخد بطارو جاي من الصعيد عشان ياخد بطارو من الجبعة الإفسكندرية فما ينفعش ده يترخص ثلاث ليه لأن الشارع ما يعينوش على معصيته ويخفف عليه واضح أيهما هو علشان ناوي معصية فالشرع ما يقفش جنبه يقول له لا صلي صلى كاملة بقى ما تقترش ولو في رمضان ما تفترش واخد بالك وكذا يعني ما يساعدوش على أداء ما هو فيه من معصية عشان كنا نقول للرخص لا تنطو بالمعاصية فعشان ك 되지 يقول للمسافر يسفرا مباحا كل كلام الشيخ مهم مباحا ليخرج السفر المحرم لكن المكروه يجوز يجوز لو مسافر سفر مكروه إنه يترخص يبقى السفر المكروه والصفر المباح والصفر المستحب والصفر الواجب كل ده يترخص فيه المحرم أقول لهم يترخص إيه السفر المكروه مثاله مثاله انه هو خارج لتجارة ليزداد في رزقه وعنده ما يكفيه لان التوسع في طلب الدنيا يلهيه عن عملك مكروه يعني انك تتوسع في زيادة سلامة ربنا بديك ما يكفيه كل امور كويسة فيش دعم ان كنت تكوش على كل حاجة لان ده حييجي بمشاغل اخرى قد تجعلك تقصر في مجالات اخرى فيبقى التوسع في طلب الرزق مع وجود الكفاية وفوق الكفاية مكروه ولو كان الرزق حلال اما لو كان حرام يبقى حرام وكذلك السفر الى غير هدف في بلاد المسلمين فهو سفر مكروه الى غير هدف واذا كان في بلاد الكفار الى غير هدف يبقى حرام واضح واللي دي لازم الوحدي يبقى واخد باله عنه فللمسافر سفرا مباحا ولو قصير القصير اللي هو اقل من خمسة وتمين كيلو والطويل خمسة وتمين كيلو فمزاد ده حد القصر والطول التنفل ثوب مقصيره وانا ارى انك انت في داخل المدينة كمان ولو لم تكن مسافرا لك ان تصلي السنن وانت راكب سيارك يعني راكب من المؤطم عربيتك ونازل على السيدة عيشة صلي الضحة وصلي السنن اللي فاتت وانت في العربي ارى ذلك الحمد لله انا كنت بعمل كده بقى لي اكتر من عشر سنين وفي الاخر لقيت ان ابو سعيد الاستخري يرى ذلك ايضا فالحمد لله على نعمته وناء على ايه على فهم ان الشرع تخفف للمسافرين في شروط صحة الصلاة تشجيعا له على المحافظة على عباداته حتى لا يتتقطع عبك فاذا كانت العلة كده فكذلك هيبقى داخل المدينة نفس الحكاية واخد بالك فممكن اه انت ممكن اصلي تبقى مستعجل تنزل تصلي الظهر تروح ركب عربيتك تطلع مشوارك وتصلي سنة الظهر بقى وانت سايد سنة الظهر القبلية اربع ركعات والبعدية اربع ركعات والاشارة التأول انت مش خسران حاجة قاعد مبسوط تصلي تقرى الفتحة ببؤك وانت بتستسوق ببؤك تقرى الفتحة عادي وبعين تقول الله هو اكبر هو مسك ديركسيون سبحانه ربي العظيم اهو ايه المشكلة امسكوا بيد واحدة احطوا ايدا كده على رجلة سبحانه ربي العظيم سمع الله وليم الحمد الله هو اكبر كل ده بالاماء ويبسط ما بخبطش انا بقى لي عشر سنين ما عملتش حدثة انا بقى لان لا اشاطر ايه وانا اغمض عيني وانا بغمض عيني انا بسوق السيارة برضو وشايف كل حاج وساعتي عدي واحد صاحبي سايل عربية يسوير لي كده اقول له كده وانا بصال ارد عليه بالتحية كل ده جايز ما انت لما تعرف احكام الصلاة تلاقي نفسك ما تضيعش عبادتك انما لان انت مش عارف احكام الصلاة تضيع عليك عبادات كتيرة تلاقي نفسك طول اليوم ضيعت السنين الرواتب لانك مجهور بالاشارة طبعا طبعا لا والفريدة يعني حتى لو واحد تسلم عليك بالفريدة تعمله كده بس او افرد انت حتى بتصلي فريدة او نافلة وهو حيمشي وانت عايزه في موضوع لك اتقول له كده كل ده جاي لان الاشارة المفهمة في الصلاة ليست كلاما اما الاشارة المفهمة في العقود فهي كلاما فلازم تاخد بالك من الفروقات من الفروق جاي ان انا كتير كنت اعمل كده واكل اشارة يجي وقفني عسكري ومقول له لين بصلي يقول لي طب امشي امشي اه والله يليني بصلي نروح راكن العربية واحد مكان بالصلاة عايز اخلص باعة لشان اتكلمه فيليني انا مزجول يقول انت بتصلي طب امشي يبشي فبرضو يعني كل دوارد لكن على اي حال ما تضيعش سننك في زحمة حياتك واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضيع سننه وكان حياته ازحم حياته ازحم حيات بشر في خلق الله كان النبي ولكن كده لم يضيع قيام الليل ولا السنن ولا النوافل ولا الفرائد ولا ذكر الله وكان يذكر الله على كل احيان صلى الله عليه وسلم وراكب الدبلة يجب عليه وضع جبهتي على سرجها مثلا اه لما تيجي تصلي تصلي اماء مش شطيا تحط دماغك على الدريكسيون بتعمل حدث خدت بالك ولا حتى لو بتصلي اماء كده وانت قدامك المكتب انك تلمس المكتب يكفي الاماء كده على الهوى عشان كده بعض الناس الجهلة باحكم الصلاة يوم يعمل لك ترابيزة ويحط لك عليها حتة خشبة كده عملنا في مسجد المؤط هشوفته اه ده دليل الجهل اول ما تخش جراء ده الجهل ما يعرفوش احكام الصلاة على طول اخد بالك لاني مش محتاج انها دي اليومي مش محتاج يلمس حاجة يكفي على الهوى كده اخد بالك مش محتاج يلمس حاجة فناخد بالنا من الحتة دي علشان ايه للأسف الناس ما تعلمتش احكام الصلاة وراكب الدب لا يجب عليه وضع جباتي على سرجها مثلا بل يومئ بركوعه وسجوده ويكون سجوده اخفض من ركوعه اذا كان سجودك بالايماء كده وانت بسوق العربية حيقلقك خليها بعينك يا اخي كده قيام كده هف ركوع كده سجود وكله شكله ماشي المهم ما تضيعش فرق سننك صراوح بيتك مقضي سننك ومحملها كل حاجة تمام بدل ما تنام وتسح الفجر تلاقي نفسك لسه مصرينش الوطر هتعمل ايه واما الماشي اه افرد بقى مش راكب مسافر ماشي على رجليه يصلي برده هو ماشي هو جهته اه يقف ايه بقى ما هو مسافر هو فيه بيساجر وهو وقف يبقى مش مساف هو ماشي مسافر كده وجهته كده كويس وماشي عايز يصلي الفرائد السنن الفرائد يقف له وتوجه للقبل فرد انه يكلف في النوافق الماشي في النوافق يعمل ايه يتوجه للقبلة في اول تكبيرت الاحرام واضح اول تكبيرت الاحرام بس يتوجه للقبلة ان ده ماشي سهل انه يوجهنا خلص تكبيرت الاحرام يدي وشه لوجهته ويمشي ويعدي اقرى الفتحة وصورة البقرة وقال عمران ماشي شغال وبعدين عايز يركع يوقف بقى واخد بقى يكفره اكده ويتوجه للقبلة يركع ويقول سمع الله محمد ويسجد وبعدين يقوم يرجع ماشي تان يقرى الفتح ويرقى جزئين ثلاث وبعدين يوقف يركع ويسجد ويقعد يقرى التشهد ويسلم خلص الركعتين الحمد لله يقوم يجيب ركعتين تانين وماشي يلاقي نفسه ماشي اربع ساعات قرى الاربع تجزاء وصلى الاربع ركعات نعم مش احسن ما يبقى ماشي يقعد يبص للناس ويتكلم كل الحاجات دي اختفت من حياتنا لعدم الفقه في احكام الصلاة فاصبح الناس الوقت ماشيين بس يتخنقوا مع بعض إنما كان زمان الناس مجهولة في ذكر الله ماشي يا كده يعني أنا كنت أسمع جدي زمان يقولك لما كان يمشي يروح في الشرع يقولك كل واحد يقرأ قرآن يقرأ مسك سبحة كان حتى لما كبر هو وشاف الناس كده ماشي اللي جايبين الترانزيستور كان يام الترانزيستور لا تقرأ قال للناس بطلت ذكر الله لا حولها وقال له واحد هتبلي ترانزيستور وما لو شاف الموبايل كان مات كامدا فالحمد الله لأنه مات قبل ما يشوف لأن الناس كانت حياتها عبارة عن سلسلة من ذكر الله ويقضي مصالحه برض لقد كانت كثير من التجار كان الشيخ برهان حج برهان ده كان من عطار في الماني وكان من أهل القرآن يفتح المحل بتاعه وعمل أراتيس ده تمن ده ربع ده مش عارب ده كل حاجة أراتيس متأرتاس وبعدين واقف هو يصلي وكتب على كل حاجة تمن هو يصلي والناس تيجي تغلل أرتاس ويحط الفلوس لأنه ماشي وهو عادي يصلي كان راجل آخر جمال حتى الناس يقول له الناس تخمك كده يقول لهم عمري مخسرك يقول لهم عمري مخسرك وبعدين مات الله يرحمه وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده اللي هي الأركان الطويلة يعني الأركان الطويلة يمشي فيها والأركان القصيرة يقف فيها سهلة والله تعالى أعلى وأعلى في أسئلة كده احنا خلصنا النهار أتفضل حاجة حاجة لو متعلقة بالموضوع النهاردة طب يلا نجاسة المهنة يبقى يصلي في مكان الدبح يبقى يأجل صلاته لما يخلص دبح يعني ما بيدخل الحمام بيبقى كده يصلي في الشاعر رصيف اللي جنب الجامعة لكن ما يدخلش صحن المسجد بيساوبوا اللي فيه نجال يأثم أيوه الصاحب الصاحب يجيب معه ثوب تاني في كيس أول ما هي يدخل بتاعي يروح قلع ده ولبس ده وداخل مصلي ويرجع ثاني يلبس بسها هو دم مش متبقي في اللحم ده على الثوب ويسأله على الثوب هو بيتكلم على الثوب ومش هياخد حتة اللحمة يصلي بيه يعني هو بيتكلم على الثوب اللي فيه أثر دم الزبيحة دم الزبيحة عند الشفعية نجس وعند المالكية طاهر مستقذر يعني برضو ما يدخلش بيه المسجد هو اخذ بالك الدم الموجود جوه اللحم بعد التاع ده معفو عنه معفوات معفوات نحن نتكلم هو بيتكلم على الثوب مش على الدم اللي بقي في اللحم تتكلم على الثوب ما هو معفوات في اللحمة لصعوبة الاحترازي منهم لكن الثوب علشان يصلي يجيب ثوب نضيف يصلي مكانه بقى مكان التأسيم لا يخشش صحن المسجد لا يدخل صحن المسجد ولو كان عنده قرحة في رجله ورابطها وتبقى رجله نشع نجاسة ويقول لك أنا عروحة صلي جماعة في الجامعة يأسم المستقذر ما يدخلش المسجد بمستقذر لكن صلاته صحيحة آه يعني واحد عليه شحمة عليه مزاع الميكانيكية الحاجات دي كلها ما يخشش جوه الجامعة بالهدوم المشحمة ويقف جنبك أنت وانت جايب ثوب أبيض حيئذيك يعني ولا يوم جمعة حرام لأنه إذاء المسلم حرام وتلويس المسجد حرام إن كان بغير نجاسة يبقى حرام من الصغير وإن كان بنجاسة حرام من كباك ها ما يصليش الجمعة لأن إذاء المسلم أشد اللي أكل ثوم وبصل ليست عليه جمعة علشان ما يقزيش المسلمين ما إحنا هتيجي في أحكام الجمعة وليس له جماعة كمان هتيجي في الأحكام هنا المسلم عند الله غالي والملايكة اللي بتحضر الصلة هتتأذى فحيخش يصلي يقزي الملايكة ويقزي الجن ويقزي الأنس طب ما يعلي يصلي ببيته الله شرابه يبقى ريحته يفوأه بالمية أيوة جزبس مع الكرهة والحرمة يعني بين الكرهة والحرمة لأنه فيها إذاء يبقى لازم يقلع الشراب ويقلع الجزمة بتاتي حطها في الخارج متهوية ويشتف رجليه ويصلي كويس عشان ما يقزيش المسلمين إفرد هو كان بيمسع على الشراب مساء بس يمشترح على الشراب مونتن ما هو العرق العرق طاهر إلا أنه يعني مستقذر وعند بعض الناس رائحة عرقها بيبقى والأبخر الأبخر والأنخر عارف الأبخر والأنخر فرق بينهم مين الأبخر اللي ريحت نفسه وحش والأنخر اللي ريحت أنفه نتنة خلقه كده أولهم دول ما يصلوش الجماعة ساقطت عليهم الجماعة ويصلوا منفرنين ده مين تتكلم على مين مواضي حاجة جواه حاجة جواه مخلوق بيها عنده مثلا جيوب صديدية في الجيوب الأنفية عملاله رائحة كريهة فهو مهما عمل فده يصل في بيته وله سوا بالجماعة لكن ما ينزلش يأذي المسلمين يتمضمد كويس يتمضمد قبل الصلاة ولو فيه بقايا أكل الجمعت على لسانه ما يبتلعهاش يطلع على طرف لسانه كده ويمسكها يرميها لكن بقايا الأكل أصلا مش ناجسة لكن لا يبتلعها وإلا يسمى آكل آكل والأكل أثناء الصلاة يبتلها يعني يطلع حتة لحمة من بنت سنان ويروح بلعها كده كأنه بيأكل لأن العمل كده وهو صائم يبتل وما يبتل الصوم يبتل الصلاة في أثنائها لأن من موانع الموانع التي يجب أن يحتاط لها المسلم أثناء الصلاة أن يمتنع من الكلام ويمتنع من الطعام والشراب إلا في الطواف استثني الطواف فقط الطواف بس ممكن تبقى صايم وجاء المغرب عندنا عليك تأكل طمرة وأنت بالطوف ما يدرش لكن لو أنت صايم وبتصلي المغرب ومفترتش ما تأكلش طمرة وأنت وتصلي المغرب طبط الصلاة الطواف صلاة يجب فيه ستر العورة ويجب الوضوء أما الساعي فلا يجب فيه لا ستر عورة ولا وضوء أنت الوقت يعني أنت تنقلونا في العمر أو في الحب أنت ليه مستبرين لا بيحطها بقى كده ما يشيلش نجاسة ويصلي بيه الوجه ليس بعورة عند الشفعية لكن يستحب تغطية الوجه للمرأة إن كان عادة مستقرة في البلاد لكن من حيث التحقيق هو ليس بعورة عورة أمام الرجل والرجل مطلوب منه أنه هو يغض طرفه وكذلك وجه الرجل عورة أمام المرأة ومطلوب من المرأة أن تغض طرفه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهم والرسول قال لي إيه ستنا عائشة وستنا حفصة أفعميواني أنتما كده برضو الحديث معروف في الترمزي وابدون لما جلسوا مع ابن أم مكتوم فقالوا له ده رجل أعمى قالوا هم أفعميواني أنتما الحديث معروف لأ علشان كمان ما تفتكرش إن الوجه ليس بعورة معنات بحلق فيه هادي الكلام اللي يقصد الشيخ كده واضح؟ قس لو كان الوجه عورة مكتش المرأة تكشفه في إحرامها ومكتش المرأة تكشفه أثناء الصلاة واضح؟ أيه معلش معورتها يعني يبقى إيه خارج الصلاة احتياطا واخد بقى إيه خارج الصلاة التغطية للإحتياط واخد بقى لك باش؟ مش لكونها عورة حقيقية يعني الوجه ليس عورة حقيقة ولكن ده للإحتياط مخافة إن يكون في بعض الرجالة ما بتغدش طرفها لكن لو خلقت ستات ما بيغدوش طرفهم تغطي وشك تنتقل أيها الرجل داخل مدرسة كلها بنات وانت الرجل الوحيد أكيد كلهم سيقعدوا بحلقهم انت الرجل الوحيد اللي هو المدرسة ثم تنتقل ولا هم اللي يغدوا طرفهم نفس الحكاية أيها أيها لا طلط العمر توصل للأمل طلط العمر توصل للأمل تدرك بها الأمل كانوا مشايخنا يمنعونا من الكلام اللي انت بتقوله ده يقولك ما تتخليش علمك علم ومناسبات امسك الكتاب لما تخلصه بترتيب الكتاب إنما الشيخ بتاع المناسبات ده ما بيديش علم ده واعز احنا الوقت يرواق أزهري تعاليم نمشي بالمنهج والمقرر واحد بالك ازاي تصبر على المقرر حتى تكتمل الصورة في ذهنك كوي أخذ بالك والله تعالى أعلى انت بتشوف وسائل الطبيعية سهلة انت بتشوف انت مكة بالنسبة لك جنوباً ولا شمالاً ولا شرقاً ولا غرباً ولا جنوب غرب ولا جنوب شرق ولا ايه مثلاً على حسب موقعك بقى الأول احنا بتكلم كلام عاماً انت بتشوف مكة بالنسبة لك في أي جهة من الجهات الأربع وبعدين تتحدد انت الجهات الأربع يعني تشوف شروق الشمس اجعل شروق الشمس على يمينك واخد بالك ازاي اذا جان شروق الشمس على يمينك يبقى انت مواجه للشمال ويبقى الجنوب خلفك وجهة اليسار الغرب وحدد اذا كنت انت في مصر يبقى توجه جنوب شرق اذا كنت في العراق اتوجه جنوباً بس وكذا في الشام اذا كنت في الهند اتوجه غرب وهكذا سهل فيه عن طريق النجم بقى واخد بالك دي انا ما اعرفهش قررتها كتير لكن احنا محرومين من النظر للسم احنا محرومين من النظر للسم يقولك تخلي النجم مش عارف ايه على ودنك الشمال وتتوجه للجنوب تبقى انت كده متوجه للقبل احنا محرومين من النظر للسم عايشين في السقف كده طولهم اه ما انا بقولك انت بسيطة انت حدد انت مش معاك بصلة بتعجيش عنده بصلة بيحدد فيها الجنوب والشمال والشارق والغرب سهلا خاصة اثناء النهار مع طلوع الشمس عرفت الشرق وطالما عرفت الشرق عرفت الغرب خل الشرق على يمينك يبقى المواجه لك شمال وخلفك الجنوب وبناء الحدد المقلب بالطريقة دي سهلا ايه انا مثلا في مصر بشوف النيل واخد بقى النيل ماشي ازاي النيل ماشي كده اتجاه النيل للمية في الشمال اما تشوف موجة النيل ماشية دي ماشية في اتجاه الشمال واخد بالك يبقى انت الجنوب عرفته وعرفت الشمال توجه جنوب شرق تعرف القبل لما تبقى جنب النيل سهل بالنسبة لها لمصر يعني يعني باي وسيلة من الوسائل ما حيرني اسأل اي واحد من اهل الحتة من اهل المكان المحل ساعات تخش قتل وتلاقي ده هليز يمين وشمال تلخبط بين الشمال والجنوب ما انت دخلت ده هليز كتير فاسأل اي عامل من العمال الابلس زي هنا سهل ان شاء الله او خلي معك بوصلة اذا كان معنا سوبين واحد ثوبين في ماني او في نجاسة في الثاني تطير ويبين العوض في ماني طاهر او نجاسة يبقى في طاهر مستقذر او في نجاسة مش كده لان ماني او نجاسة يعني خليت الماني جزء من النجاسة تقصل ولا الماني ده ها الماني عند الشفعية طاهر واخد مستقذر والنجاسة حاجة تانية انت سؤالك ايه بقى ثوب في نجاسة ثوب في نجاسة ثوب في نجاسة وعايز تصلي ومعندك ايه صور يعمل العورة ثوب في نجاسة ثوب في نجاسة تقول الماني لأنك مالكتش غيره لا تصلي بالماني ما تصلي بالماني ما تقول الماني طاهر صلي اه الماني عامل ذي البرابير طاهر بس مستقذر او زي الريق او زي العرق كل ده مستقذر لكنه طاهب صلي بي الاما لو هي بيصلي وسامت سيدة سيدة بيعطفها اللي أنا عطفت و هي بيصلي خلص تطلع من الصلاة وتسطر عورتها وتكمل شاء سهلا بالنسبة للنظر اللي العورة الراجل يصلي ينبهه لان النصر لا حرام اه تغد ترفك يعني مش تقعد بقى تبقى تقول الصلاة بقى اربع ركعات خلاص انت عرفت ان عورت و بانت غد ترفك اه خلاص من تلك الاولى انما بقى مش الاولى والتانية والتالتة والعشرة عرفت الاولى وفي اخر الصلاة تنبه على حسب هي حتى تنصرف عن يعني فيه ثوب لو فيه ثوب قريب منها تروح سترة نفسها وتكمل صلاة لو فيه ثوب قريب منك لو الثوب حتضطر انها تستدبر القبلة يبقى ايه تبني الصلاة جديدة ولا تستأنف صلاة يعني ولا تبني على مكان لو لم تنصحه دي بتعتمد على العوامل كثيرة هل انت شايف انه هو يقبل النصح ولا لا يقبل النصح يعني حتبقى جدال ولا مش جدال لا هو طبيعة المسلمين بينصحوا بعضهم حتى لو ما يعرفوش بعض بس الواحد لا زمن ما ينصح ينصح بطريقة لطيفة ما يحسسوش انه هو يعني اعلى منه مخبالك يعني يقول له مثلا اي كلمة كده لطيفة ان ايه حاورة الرجل لابد انها تكون مغطاة طول فترة الصلاة فانت احتاط لنفسك بعد ذلك ما هو انت بعد الصلاة تقول ايوة طبعا الدين النصيحة كلنا لمن قال لله ولرسوله وامة المسلمين واماته بس النصيحة محتاجة تكون بطريقة لطيفة عشان الانسان ما ينفرش يعني ولا تكون امام الناس كمان تفضحهم يعني واحد بنت عورته بالجامعة وشوفوا يا جماعة وكده حيزعل منه حيزعل منه ايه ايه انت ممكن شفت واحد زي ده وخايف تروح واقف تكلم الناس يا جماعة كلمة خير سلام عليكم ستر العورة واجب لان في بعض الناس اه في بعض الناس في اثناء الصلاة يجي يوطي كده يوم يبين جزء من ظهره فيحتاط لنفسه سلام عليكم تنك ماشي ما قلتش مين ولا حق تنك قلتها وتنك ماشي وهذا حضرنا دخل الناس ويجي عليهم يعني عند الشفائية يقول لك يمتظر ولو يصليها قضاء لان تحصيل شرط الصلاة اولى من ادراك الوقت وعند الاحناف العكس يصلي على حاله ويعيد لما ينزع وانا تحصيل الاحنافع وانا تحصيل الاحنافع